جعفر العمدة العيلة اللي مدوخة المسلسل كله عانت فتح الله عيلة كلها يا بتتأمر على الشر يا الانتقام يا قاعدين بس يفتحوا البلكونة ويشوفوا جعفر بيعمل ايه وهم هيعملوا ايه قررت ان انا جيب المشاكس الكبير اللي موجود ابنهم الفنان احمد عبدالله او كارم طبعا امه كانت موجودة معي على التليفون الفنانة مديحة البكري لكن انا قررت اشوف ايه الحكاية النهاردة كمان كانوا الحقيقة مكشوفين جدا في الحلقة على الهواء خليني ارحب بي مش عارف اقولك مساء الخير الفنان احمد عبدالله ولا اقولك دكتور احمد عبدالله لا خليها الفنان بقى الفنان الفنان انا طبعا سعيد جدا 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 ان انا معك النهاردة ومفصوط قوي اول ما اعرفت ان انا هكون موجود معك شكلك طيب والله يا كام يعني كارم شكلك طيب ومن حلال يعني وما فيش شر قوي هو اعتقد ان هو ده انك بتنجاح انك تفصلي ما بين الشخصية الحياية وتعملي شخصية مختلفة تماما عن الواقع بتاعك كنت كنت امتخن نفسك شوية في المسلسط كنت امتخن نفسي شوية كنت مغير كبر الدقن شوية كبر الدقن ومخليها سودة قوي وعامل حلقة اللي هو بجنابنا كانت حتى يعني والدتي ما طول الوقت شايفة الحلقة دي متدايق منها جدا يعني مش متخيلة يا ابني ده مش يعني مش دكتور ده وكانت عايزة دايما ما كانش بتقولك يا ابني ما تعملش كده يا ابني انت ما عندك ام بتشجعك على الانتقام طول الوقت في المسلسل وقمك الحقيقية اكيد متدايق جدا اه طبعا كانت طول الوقت لا لا مش يعني انا كنت مغير الشكل وقعدت ست شهور مغيره اه يعني كان وكان ده اهم حاجة في الفكرة التمثيل نفسه ان الواحد لو بص في المراية لقى نفسه هو احمد عبدالله مش هيبقى ماسك الدور كويس فكان من اهم حاجة عندي ان اعنا اشتغل على الشكل الخارجي للشخصية دي عشان تخرج بكارم عشان اخرج بكارم مش عايزة بص في المراية شوف احمد عبدالله عايزة شوف كارم فشفته كده شفته وكان الاخ الاصغر للعائلة المشاكسة دي اه بس مش سهل لا 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 بيبطلش برضو انتقام هو لانه هو محمل هو طول الوقت هو فوق فاجئ ان هو في الحياة الواحده يتكمل الانتقام حلقة النهاردة هنستخدم بقى اسم درب نار المسلسل التاني اللي كله برضو تسويق كان درب نار النهاردة في الخلقة دي مشهد ده صعب وجعفر عمل لكو كمين كمين بالضبط طبعا المشهد ده كان من اهم المشهد حتى ايمان العاصل نفسها كانت تكلمت قولي انا المشهد ده يعني كان معمول كنا متوترين جدا 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 لانه هو المشهد اللي فيه بتظهر دلال فيها كل يعني شيطانتها والسواد اللي جواه بتكمل ده بتقوله في المشهد انا عملت كل حاجة وحشة خليني بقى قفلها يعني خليني انا فضل خليني اعمل القفل الصحة يعني اعملت كل حاجة فضل القتل فانا عايز اعمل دي ففي وجود انا وشوقي بالرغم ان احنا برضو الى حد ما جوانا شيطانة يعني ما برضو بس يمكن عشان مش متخيلين دي اختكو النعمة الجميلة طبعا ما احناش متخيلين مش متخيلين احنا هي كانت قالت لنا قبل كده ان هي اللي عملت ده بس هتوصل للقتل يعني ده الفكرة لما قلت لكم في احد المشهد انه انا اللي عملت انا عملت ده وبلال شامع الرياكشن عندكم ما كنتوش مصدقين طبعا يعني فكرة حتى انه الشرير احيانا يفضل متصور ان اهل بيته لا طيبين وجمال هو شرير لوحده بالظبط لكن هما لا هو الفكرة كلها ان هما عشان هما عندهم شر بس مش اسكية يعني هما في النهاية ما بيفكروش هما الفجورة في الخصومة اللي هو اذا خاصة مفجر يعني هي دي اللي بتقود شوقي وكارم يعني هما لو يفكروا فأي ثانية مش هيعملوا فيه تصرفات كتير المشهد ده كان صعب طبعا طبعا كان صعب جدا لان انتي في النهاية انتي اصعب تمثيل هو التمثيل في الصامت يعني انتي مش مدياني جمع الحوارية اقولها وعايزاني اعبر على كل مشاعري بتبقى موجودة على وشي فكان كان اصعب حاجة في المشهد ده ان هي ايمان اللي بتتكلم او دلال اللي بتتكلم وشوقي وكارم عاوزين يعبروا عن صدمتهم ده ده 19 سنة انتي بتسمعي سر استمرت 19 سنة وهم لا يتخيلوا ابدا ان ممكن تكون دلال هي اللي عملت دلال هي اللي ورا طيب خليني ارجع للدكتور احمد عبدالله يعني انت كطبيب وبقى لك فترة عايز تمثل المسلسل ده عملك شعبية جديدة اه الحمد لله يعني احساسك كده انطلاق نقطة جديدة هتطلع منها اه الحمد لله بص هو منكرم ربنا طبعا الحمد لله ان يجي لك فرصة في مشروع يكون كويس جدا السنائية بتاعت الاستاذ محمد سامي مع النجم ومحمد رمضان دايما سنائية طرهني عليها وانتي مطمئنة يعني عملوا اعمال كبيرة جدا فكانت فرصة كويس قوي جمهور محمد رمضان جمهور يعني في المصر وفي الوطن العربي كله فكان الفرصة ان الواحد يتقدم بشكل احسن وبشكل اقوى وجماهيل تشوفه اكتر كانت من خلال جعفر العمد فالحمد لله تطلع بقى يعني يعني تسيب شهادة الطب وتطلع بقى تنزل في الكواليس جعفر العمد والله يا مدام شايفك يا معرفة يعني انا مش مخطط لحاجة لكن لسه حنسوف حنشوف لو تعرض عليك دور في انتقام وشرة تاني تعمله اعمله بصي انا يهمني في النهاية هو الدور مؤثر او مش في دراما ولا ما فيش دراما يعني في في النهاية الدور بينديكي يعني انت لما تقري الاسكريبت بتاع الاستاذ محمد سامي والله يا مدام شايفكي اقسم بالله انت بتقري الاسكريبت الناس بتتحرك جوه افا انت شايفهم وانت بتقري شايف الناس شايف الاشخاص شايف الاشخاص والدك بقى لهو طريق النهري فنان كبير طبعا كبيرة كبيرة طبعا اطيب منك طبعا يعني يعني كان ممكن يبقى طيب عنكو وكان ممكن يحل المسألة لكن انتو شر بقى يعني مش بتسكوته عن الشر هو على فكرة هو حمد فتح الله مش طيب هو حمد فتح الله خايف لكن هو بدليل مش طيب بس هو الخوص اللي بيخليه طيب هو طيب طبعا استنى كده ما اشوف معايا الفنان الكبير طارق النهري مساء الفل مساء الفل عليك مساء النور يا استاذ اولا انت منور شاشة رمضان بتلت اعمال مش سهل انت برضو يا حبيبتي يا والله ده ربنا يخليكي ده يعني عارفة حالة شوق شديد جدا للفن وحالة شوق تمثيل وحالة ان انا اشتغل مع محمد ثاني ومحمد رمضان من تعودتي دي ده في حد ذاته قمة النجاح تمام العيب الوحيد في هذه الحكاية وثلاث عيال خلفتهم ثلاث عيال صعبين بس بقوله عليك انت عندك نزعة طيبة وكويس يعني ممكن المسألة تتحل بيقول عليك لا انت مش طيب انت خايف وجبان صح كده خايف مش جبان الخايف انت بقى عليه اذاك تعليمه تربيه مش بتربي عشان تعرف ان دي عيال ما يفهاش تربية الام مع الفتش تربي ودي رسالة مهمة كدا من خلال هذا العمل ان الام اذا ربت وزرعت خير في اولادها هتحصد خير فيهم في المستقبل لانه كمان استيس طارق كان عندك مشاهد كتير يمكن في حلقات يمكن في النص الأولاني من رمضان وانت بتحاول تقوم في كاميرا تقول له بطل انت ايام انت هتضيع زي اخوك انت هتعمل لكن هو برضو ما بيبطلش اه طبعا دي لانه ما بيسمعونش الكلام اتطيش الشباب وفتوانست الولاد اهل البلد والجدعانة بياختين سيدروم عن فاضي في الوقت اللي انا شايف فيه ان ما ينفعش ده عادي واحد زي جعفر العمدخ هي قوة هو طبعا كدراما هي قوة لا يستهان بيها صحيح فانت بتجابه قوة ما تفتحش سيدك قوي وانت عارف انك هتتضرب في الآخر طب قولي بقى عن عيلتك انت عندك عيلة جوه المسلسل عندك ولدين وبنت وولد توفى وعندك زوجة يعني انت كبير عيلة كبيرة جوه المسلسل كواليسكم كتعملت ازاي وعيلة كلها شر وانتقام ويتبرى مننا كنتم تعدوا ازاي جوه الكواليس هقول لها بيك حاجة انا طبعا متبري منهم اساسا ومطلع اخوة عشان بس رخوة انما الكواليس داخل العمل كان فيه حاجة غريبة جدا كانت عيلة جعفر العمدة كلها تقعد قدام مكتب جعفر وهم بيراجعوا المشاهد واحنا كعيلة فتح الله قاعدين قدام محل تذهب فعلا انا لسه كنتم بقول لأستاذة مديحة على التليفون اكيد كنتم منفصلين في الكواليس عشان دا يدي برضو قوة بيخليكي في حالة تحفز على طول طبعا طبعا بنرمي الورق وانتهب اصحابه حبيب وبنعود نضحك ايوة بس دي حلوة انه دول الاشرار اللي هم عايزين ينتقموا دول العيلة التانية فده يدي حافز كبير يعني اه طبعا طبعا الحمد لله رب العالمين ان المسلسل ده عمل حالتين انا شفت فيهم نجاح في الشارع حكاية البحث عن الاطفال الضيعين اللي بدأوا يعملوه الشباب بدأ يهتم بهذا الموضوع عشان يعملوه ويدوروا على اهالي الاولاد المفقودين ده ده موضوع انا لتفصله فجأة على الفاسيبوك لقيته موضوع جميل جدا طبعا حقيقي ده هايل بلس اعادة لم شمل الاسرة المصرية اللي حصل ده ده شيء جميل قوي اكيد واهم حاجة بس يعني سواء العيلة اللي كلها انتقام الانتقام ما بيجيبش غير انتقام والشر بيجيب شر فكلما الناس تحاول تقلل الانتقام ده هيكون احسن وعدنا كده بلقاء نتكلم فيه على الباقي الاعمال ان شاء الله انا عارف ان انت اجهدت جدا انا في اشتياق للقاء حضرتك لانك استاذة الله يخلبي وفي اشتياق للقناة الاولى وجمال القناة الاولى البيت مفتوح تعالى بس تعالى طريق النهري وصيب فتحالة على البيت حسين فتحالة خالص وجايلكو طريق النهري يا فندم يعني لازم نعمل احلى حلقة في الدنيا سلامي لكل الفنانين اللي كانوا معانا وسلامي للشعب مصر الكميل وبقولوك كل سنة ومصطيبين وكل سنة وحضرتك بايبة يا رب وحضرتك طيب وبالف خير مرسيكا بيقولك مرسيكا برضو اب طيب اجيلك حج انا هخلص واجيلك حج انا في المهندسين حج اجيلك حج اشكرك جدا الفنان طارق طيب العمل خلاص قارب على الانتهاء انت مع الناس ايه انت بقى دلوقتي بتتحرك والناس بتقول ايه شوفي من ضمن الحاجات اللي هو يعني لو ما لمستيش النجاح في الشارع احنا عايشين اجواء لا تتخياليها من الجمال والفرحة احلى تعليقات قولي تعليقات السوشيال ميديا تعليقات الناس احلى تعليقات في السوشيال ميديا اللي احنا عايشين فيها دلوقتي هو لما دلال قالت لكارم وشوئي فالاكشنات بتاعتهم يعني ده انت تلاتي اكتر مننا يعني الشيطان اكتر مننا تعليقات برضو اللي على السوشيال دايما انها بقت العيلة دي رمز للعيلة السيئة فالا واحد بيخطب واحدة بيقولها ده انا يعني تعالي ده انا عيلتي جميلة اوي ومحطين صور عيلة فتح الله اه اه يعني معناها كده العسل النهار ده برضو بعد ما قتلت بلال شامة فيا يا كارم يا كارم اجلي هاتنا جعفر يلحقنا يعني انا وشوئي عاوزين جعفر يلحقنا من الشيطانة دي اه منها هي منها هي اه شخصيا طبعا التعليقات بقى الجميلة جدا ان هي بتاعت كل السوبر ماركتات وكل البرندات عاملة خصم 50% كل مصر ما عاد عيلة فتح الله يعني يعني اللي هو تمنى عيلة فتح الله انا كلمت منذر قلت له يعني لحلويات هناكل يا ابني ولا كحك انتم متعقبين احنا متعقبين من مصر يعني عيلة فتح الله متعقبة من مصر كلها ده غير بقى طول الوقت يعني مثلا انت كان عندك مشهد بتاع خلويس لما يعني قلت له لما بعدت حد يقتله وبعدين كان هو المعركة اللي بينه وبينه فبقول له خلويس يعني طول الوقت طبعا بياخدوا حاجات من المشاهد اللي حصلت وطول ما احنا ماشيين فالفرحة يعني ما فيش مكان من تقول كواليس محمد رمضان التعامل معاكم وان تو وان عاملت زي جميل جدا 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 ما عندوش قدنى انت بتخش معا الواحد مش نجم نهائي وشخص بسيط جدا بيتعامل مع اي حد كما لو كان هو بيعمل مشهد يعني انا واخد دور كبير انا شوفته بيتعامل مع الناس اللي جاي تعمل مشهد ده بنفس الطريقة زمايل بيحاول دايما يضيف بيحاول دايما يوجه عاوزين نطلع المشهد وزي ما بقولك كده كان الكواليس بتاعت المسلسل كلها كانت من اجمل ما يمكن عشان كده ده ظهر على الشاشة اكيد اخر كلمة من كارم للجمهور من كارم للجمهور بصت كده في الكامل اقول الجمهور حاجة عاوز تتوب توب اه يعني ارجوكو سامحوا عالد فتح الله يعني في النهاية هو اتعامل فيها كتير ويا رسالة اهم حاجة طبعا في الموضوع كله ان بلاش الغضب حاول تتحكم في غضبك يعني ما تفجرش اذا خصمت يعني لازم تتحكم في الغضب عشان الغضب من الحاجة تتاجد اخر كلمة تقولها الجعفر العمدة بعد المشهد ده مش هنسكت احنا في النهاية فاضل حلقتين ومش هنسكت برضه هنفضل نناكش فيه برضه شوي انا ما عرفكش كفية علاية كده اللي لا ممكن تقول ليلي تقدر خلينا طيبين وحلوين الفنان احمد عبدالله بشكرك الف مبروك على المسلسل وانساء الله تكمل في ادوار تانية بشكرك شكرا جزيلا نورتنا في التاسع والباب من هنا على فكرة على طول مش هزا كارب خارب مش هزا كارب خارب طبعا عبدالله بشكرك شكرا جزيلا مشاهدين طبعا الوقت بينتهي سريعا هنسيبكو بقى تكملوا على شاشة الاولى مع باقي الاعمال الدرامية اللي بتشوفوها غدا نلتقي وغدا نكمل كلام كتير تصبحوا علاية في الخير